ده كبيري والله ام كانت بكلمكم بقاماها جديدة لا والمظلم ولم اكون اتخيل ان وصير فيلم صعب قوي يا جواب يعني بيتكلم على شوت في بلد وشوت في بلد فتعالا كون الستوف بتاع بكتوله الستوفين وبعدين كمان الديكوباش بتاعه بالفرنساوي فانا عمري ما احلمت ان انا اماسك ديكوباش بالفرنساوي انا بيعرفش فرنساوي طب ان ازاي اقرأ ديكوباش بالفرنساوي فانا اصلا مكانش عمدي اي احتمال ان انا بقى مساعد اول اصلا ليه؟ لان الرجل ده بيكتدي كوباشه بالفرنساوي طب ان اخده عمري بوي وبالعرض اخده بالطول فما تخيلتش خالص قال لي وقتوله هتكون السوف ايه؟ قال لي السوف بتاعك ما انت هتبقى المخرج لمساعد اول ققتوله انا؟ هل انا مؤهل لده؟ قال لي اه لما قال لي الجابي خوري ان خالد يوسف هيبقى هو المساعد الاول جابي كراجل منتج وبرده راجل بيفكر بشكل علمي قال لي الراجل يصبح ده مش ممكن ده كان بيحرك الجمال في الباكرام المساعد الاول يا جماعة هو روح وعصب الفيلم هو اللي بيعمل كل حاجة تقريبا انتجان واخراضيان وفنيا وكل حاجة فبالنسبة للمنتج المساعد الاول احنا كانوا بيجي المنتجين يقولونا يقولونا بدل ما المخرج عايز يعمل الفيلم ده في سبع اسابيع خليها في ست اسابيع وخد اللي انت عايزه من كتر ما المساعد الاول هو اللي بيقعد يعمل كل حاجة والبرنامج فمعنى ان هو اللي هو بيقولو انه كان بيحرك الجمال الفيلم اللي بعديه اللي هو بعديه كم شهر يبقى هو روح الفيلم فجي جابي قال مقولوك على واقع طريفة يعني عشان ما نفرقش ندى حنو يسر ناصر الله قالو المستاذي حصلوا حاجة واخدار خالد يوسف مساعد اول في الفيلم الفيلم اللي بتصور ما بين خمس بلاد خمس دول البلاد اللي بوا الدول بتصور في فرانس بتاع الحرق الراجل لو انتو فاكريين بتاع المصير حرق الولد الصغية الراجل اللي هو ابو الولد اللي هيهربس الكتب بعد كده وبيتصور في المغرب وتصور في سوريا وبتصور في لبنان وبتصور في مصر وكل بلد فيها كمان عشرين محافظة بتصور فيها يعني كنا بتصور مثلا في درع ما نساش محافظ درع وهو بيقول لويوسف شهيد وما راح شاف الشلال بتاعه لقاء ضعيف جدا دي برضو واقع في النص كده فاكرتها فاقاله مش هعرف صور عندك المية عندك يعني هادية جدا وما تشيرش ماتك يعني قاله ازاي قاله المية تبقى كتير ما يهنكش قاله نعم قاله طبعا هقفلك المية على درعة كلها على محافظة درعة والمية تبقى وبالفعل عمل كده بالفعل عمل كده الفلم ده المصير احنا شفنا فيه حاجات انا هرجعلكم للي انا كنت بقوله بس افتكرت وقائق كده على تأثير هذا الرجل في البلاد يعني روحنا لبنان قابلنا الرئيس الجمهورية وقابلنا وزير الدفاع وقابلنا رئيس الوزراء اللي هو الرئيس اللي اتاولة الرئيس تمام؟ كل دول بيقابلوا يوسف شهين عشان يشوفوا محتاج ايه انت محتاج ايه فقال له ان انا محتاج اصور في دير الامر قال نور ده المنطقة دي بتاعت وليد ديج كومبلاكت هات وليد ديج كومبلاكت عايز يا أستاذ ديج ساعتها لسه ما كانش امور الجرافيك زي دلوقتي فكان مما ديجي تصور مشهد تاريخي كده وتلاقي عمود نور في الباكراوند كان يطلع عنا عشان نمسح كانت تقنية صعبة كده في وقتها فيقول له مش عايز العميدال دي والسلوك دي مش عايزها والله العظيمة فهزة فيشيله العمدان من الشوارع العمدان تتشال من شوارع دير الامر والطريق كلها عبال ما الاساس يسوف يصور طب عايزين كومبارس قائد الجيش يديله الالف كومبارس باكلهم الالف عسكري من الجيش ويبعت وجباتهم يبعت وجباتهم انت بس عليك ان انت تلبسهم لان لبس تاريخي مش عمدهم واخد بالك فكان بتتعمله تسهيلات قولك بيقطع المية عالمحافظة عشان عشان هو يصور لقطة المرخ فكان فيه تقدير عالي جدا ايه بقى اللي كنت انا كنت بقوله وقفت فيه ودخلت في ده مش فاهم لا يسير ناسلا لقيه قال له الراجل حصل بحاجة واختار خالب يوسيف يوم ساعد الاول وده فيلم يكلف اغلى تقريبا متاك في وقتها في السينما كلها وبتصوره من خمس بيلاد فاحنا مش عارف عاملين عمونا احنا حظنا حلقة احنا عندنا خمسة ايام في لبنان الاول، هو هيروح يصور معك الخمسة ايام دولة، انت تجهز هيصور اول يوم اكلمك في التليفون تكون قادة التكت تيجي تنقذ الموقف وجهز جابي الكلام ده كله انا معرفوش ولا يسرشين يعرف وجهز مع يسري ان هو ييجي بقى الايه العمل الفداء اللي يجي ينقذ الموقف لما الدمية تخرب وبالوقت ما يعرفش يعمل حاجة فالمهم رحنا وصورنا كنا عاملين اسبوع تصوير صورنا فربع قيام انا عملت برنامج اللي انا بقولك عليه ده بقى اللي هو كل مكتوبة في قلب القردر بالملي بحسابات دقيقة وانا مهندس بقى فاستغلت ان انا يعني دماغي علمية فعملت قردر منضبط قوي وفيه هارموني يعني فيه واجتماع مع الاصطاف كله، الاصطاف كله بقى معاك هناك وبايت هناك وبياكل هناك يعني فانت ما معاكش حد هتجيبهم البيت كلهم على العشب تجمعهم تحكي لهم بالظبط بكرة هيدور ازاي وهنعمل ايه وانت هتعمل ايه ومهمتك اسناء ما وبتوع الاضاءة بيلقلوا موادات الاضاءة ساعدتك بتعمل بتلابس الممثلين ساعدتك يعني كل الحاجات فطلق الحاجة احنا عاملين بقى ست ايام تصوير انا عملتهم على اربع ايام على الوربا يعني مش فجلت لا ده انت وفرتي كبير اللي جالي فانا عملت اربع ايام يوسف شهين ما وفرش اه عشان متعود على اله لا مش متعود على لانه هو حس البرنامج تقيل اه قال لي انت ما عندكش كبرة وده برنامج تقيل اللي اسطاف ما بداش ينفسه ده يسمحين نفسه بقى على فكرة هو احسن مساعد في الدنيا يعني بيفهم في الانتاج وبيفهم يعني يساعد نفسه لو معهوش يصطف طرز يعرف مش غير فقلت له يا استاذ انا تمعت مع الاسطاف وعمل درجة التنسيق عالية هنقدر نعمل ده في الاربع ايام قال لي لو سمحت اسمع فيها اعمله ست ايام قلت له طب هقول له حضرتك حالة يعني هعملهولك على ست ايام زي ما انت عايز لكن خلينا اول يوم زي ما هو كده لو وقع مننا الشطات الفلانية شط واحد واثنين وثلاثة والاربع خامس شطات دول هنقلهم بقى تاني يوم ونعمل على طول الايه البرنامج البتيل اللي هو ست ايام فجينا ما وقعش مننا ولا شط فاول يوم فقال لي خلاص ايش البرنامج بتاعه فخلصناهم في اربع ايام فجابي بقى جي بعد الاربع ايام حضر لي وقال لي انا اسف انا كنت عملت كذا 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 كنت محضر بديل ديه وانا كنتش واصف بس اطلع الرجل بقى قروبا الرجل ده بيفهم انا كنت فاهم انه هو بيقول اي كلام انا بكلمكم بجد هذا الرجل كان بيعرف يقرأ الناس بيعرف يقرأ قدرات البناء ادم اكتر من نفسه يعني انا على المستوى الشخصي بدي اقولته في اول يوم لو انت فاكر انا واحد من الناس تقريبا السينمائي الوحيد في العالم اللي محلمش يبقى سينمائي اي سينمائي في الدنيا من هو طفل كده لازم بقى يحلم ان هو سينمائي سواء سينمائي طلع عظيم ولا طلع مش عظيم ده طباقع الامور ان انت لازم تكون بتحلم ان انت صغير تبقى فنان انا محلمتش وعمري محلمت بقى فنان ولما قابلت يوسف شهين كنت رئيسة حد طلاب الجامعة وقابلتك قيادة طلابية بالناضل وبنعمل مظاهرات وحاجات كده اللي هي مقدمات بقى 25 يناير بس قبلها ب 15 سنة